أهلا بكم. ثماني سنوات من عمر الأزمة السورية عرفت فيه المواقف السعودية تقلبات واضحة من تحريض على حمل السلاح والقتال في صفوف ما سمي بالثورة إلى تمويل والتسليح ودعم الجماعات المسلحة وإصرار على تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن منصبه وصولا إلى ما يبدو اليوم تراجعا عن كل ذلك واعترافا ربما بانتصارات الجيش السوري وحلفائه. عام 2011 مع انطلاق شرارة الأزمة السورية تبنى رجال دين سعوديون خطابا تحريضيا مباشرا وفجا للقتال في سوريا بهدف حجد أكبر عدد ممكن من المسلحين من المنطقة والعالم لإسقاط النظام والدولة في سوريا. وناشد الجباب حتى لا تذبح أمهاتهم أمام أعينهم أن ينضموا عاجلا إلى الجيش الحر في سورية الأبيع وأن يحمل السلاح. يجب على الشعب السوري وجوبا أن يحمل السلاح في وجه هذا النظام. والدكتور عبد الكريم بكار ذكر أن 500 عالم الآن في غضون توقيع بيان من العالم الإسلامي على وجوب حمل السلاح ضد بشار الأسد ونظامه على الشعب السوري. سنوات الأزمة الثلاث الأولى خصصتها وسائل أعلام سعودية ومقربة منها للتحريض على النظام في سوريا. وعلى فبركة أخبار عن مجازر واعتداءات قالت إن الجيش السوري وحلفاءه نفذوها ضد المدنيين. وصرت على تصوير الجماعات المسلحة التي ارتكبت أبشع المجازر بحق السوريين على مرأة وسائل الإعلام العربية والعالمية. على أنها معارضة ثارت ضد نظام ظالم. خلال سنوات الأزمة قامت السعودية بتعزيز قدرة الجماعات المسلحة على الحرب في سوريا. من خلال التدريب على الأسلحة المتطورة وشحنها. وأنشأت لهذه الغاية غرفة عمليات سعودية تركية وقطرية. ثم سعودية أمريكية. وصرفت أموالا طائلة لتمويل هذه الجماعات. وهو ما أكده أنذاك وزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل في تونس. خلال اجتماع بشأن الوضع في سوريا عام 2012. بقوله إن تسليح المعارضة السورية فكرة ممتازة. من الضروري أن يدافعوا عن أنفسهم. فهناك من يعتدي عليهم بالأسلحة. وهم الجهة المتضررة من هذا. ولا يملكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم. لا أعتقد أنه من الممتع رؤية هذا الشيء. عام 2018 شهد تغيرا واضحا في الموقف السعودي من الأزمة السورية. فبعدما أكد وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير لسنوات. أنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا. وشدد على أن الأسد سيرحل سياسيا أو عسكريا. جاءت تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة. لتسقط كل هذا المشروع. تصريحات قال فيها أن بشار الأسد باق في السلطة. اليوم يأتي كلام وزير الشؤون الإسلامية السعودي. اللافت بشأن الربيع العربي. ليشير إلى مزيد من التغيير في الخطاب السعودي. توجه سوريا ورئيسها. وأصبح شرهم واقعا ملموسا. من خلال ما رأينا في الدول المجاورة. من الدعوة إلى الثورات. وما يسمى بالربيع. الربيع السام. المهلك للإنسان العربي المسلم. وصفه ما عدته الرياض. ثورة لسنوات بالفتنة. ورسمه صورة مختلفة عن الصورة التي عملت السعودية على رسمها لسنوات. هل يشكل تبدلا في الموقف الرسمي السعودي. واعترافا ضمنيا بالهزيمة. وبانتصار سوريا وحلفائها. واخفاق خصومها.